الطريق الى مدينة حلب مقطوع فصائل المعارضة السورية المسلحة وتنظيم الدولة تمكن بشكل منفصل من قطع طريق الامداد البري الوحيد لقوات النظام السوري الى المدينة ومناطق سيطرته في المحافظة الطيران الحربي الروسي شن غارات مكثفة على مناطق بريف حلب الشمالي تزامنا مع محاولات قوات وحدات حماية الشعب الكردية التقدم الى مدينة مارع بريف دمشق التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة القصف الروسي تزامنا مع قصف اخر لطائرات النظام السوري ببراميل متفجرة على مدينة عندان الخاضعة لسيطرة المعارضة لجان التنسيق المحلية قالت ان اشتباكات عنيفة دارت بين كتائب المعارضة وقوات كردية في المدخل الغربي لترفعت ادت لسقوط قتلى من الطرفين اشتباكات اخرى اندلعت عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في جبل الاكراد بريف اللاذقية خلال محاولة النظام التقدم تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف قرى محيطة ناشطون افادوا بسقوط قتلى في سفوف قوات النظام في مدينة دارية كما اصيب عدد من المدنيين بجروح في قصف بقذائف الهاون على مدينة دومة في الغوطة الشرقية وتمكنت قوات النظام السوري بدعم جوي روسي من الاستيلاء على اسلحة تابعة لتنظيم الدولة في ضواحي حلبة الشرقية واقامت قاعدة عسكرية فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة